السلام عليكم أحبابي اليوم جبت لكم من المطبخي وصفة البيتزا بالطن طريقة جديدة وفيها سر خطير نتمنى ان شاء الله إذا كنت تعرفوا كيف وصلت إلى هذه النتيجة تبعوا الخطوات والمقادير إن شاء الله مقادير عجينة الطن كالتالي زج كيسان فارينا عيرت بهذا الكاس المعياري هو نفسه زج كيسان فارينا مغرف كبيرة حليب بودرة زج مغرف صغار خمات الخبز زج مغرف صغار سكر مغرف كبيرة زيت نباتي مغرف صغيرة الملح قليل من التوم بودرة بصل بودرة وشوية تا الزعتة هذا فيما يخص العجينة أما السلسة فهي مكوناتها كالتالي عندي الطماطم فخش طحنتها نقيتها وطحنتها عندي كمية من طماطم مصبرة عندي البصل يلاقي يكون بصل أحمر كمية 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 زيتون طم طماطم كمية 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 لنغرب الفارينة نغرب حليب بودرة كمية لنغرب أنزل خمارة حضرة خمارة خمارة كمية نزيد معها الصقر نزيد معها بصل بودرة و توم بودرة نحق شوية زعتر بهذا الشكل نخلط المواد الجافة نضيف حفرة في الوسط نضيف حفرة في الوسط نضيف معها الزيت و نجمع بالأصابع نضيف عجينة بيزا رائعة نزيد الماء تكون عجينة شوية خفيفة الملح مدرتشة نضيف عجينة تيح شوية و نضيف حفرة 1 دقائق نغطيها و نضيف حفرة نغطيها و نضيف حفرة و نضيف حفرة اعطى الملح ادوبها و دليل الملح ندوبها ندوبها و ندول الملح حصلت طريقة و نعد الثلاثين بعد 15 دقيقة 10 دقائق نعود نقلع نفس العملية نضيف نفس العملية نحن نفيد خطرات الزوجة و الثالثة العجين نضيف خفيف نقلع نفس العملية نقلع نفس العملية 30 دقائق نفس العملية سوف نقلع دخل نقلع نفس العملية نغطيه ونجعله مدة معينة 18 دقائق نضيح لها الخمور نرغي كمحك الآن نضيح لها الآن نضيح لها الآخر نرشه فرينا نضيح هذه العجينة الآن نضيح النجح نضيد الرشة إلى الموجود ونجعلها نضيح من تعليم حجينة البتز نضيح الثالث نضغط ونغطيه نضيح ثم نضغط كما هاك ونخليها في مكان دافئ حطيت طنجرة وقدرت فيها كمية من الزيت تكون شوية كمية محتبرة ونحط فيها البصل ونزيد شوية ملح ونخلي البصل هذا على النار حتى يولي شوية شفاف هذه الطريقة الصحيحة تعل الصوص بيزا الإيطالية نخليها تقلة كما هاك حتى تولي شوية ترانسبران وتطلق الكولورتها في الزيت 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 الآن نزيد لها تماطن نزيد التو الزيت نزيد الزيت 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 ونزيد آخر الزيت الخليط يتجمر ونزيد له فلفل أسود ونزيد له شوية زعتر ونخلي الخليط فوق النار حتى يعقد ونمر المرحلة الموالية الخليط على السوس بيزا نضيفه 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 الخطوة الأساسية الثانية نضيفه نضيفه ونصفي هذا الأصص لتحصل على الأصص الطومات الأصلية الخاصة بالبيتزا نضيفه 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 ونضيفه وكاين نصفي هذا الأصص لتحصل على السائل ونعود نصفي الطومات خاصة بالبيتزا نضيفه نضيفه ونضيفه 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 نضيفه الأصص بيتزا المميزه كما هك نضيفه ونضيفه ونضيفه كيف صفيت الأصص نرى النتيجة كده سائلة ملسة الآن نروح ونضيفه الأستويس باستعمال العسل ونضيفه 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 كمية العسل ونضيفه العسل صف Steph ونضيفه العسل ونضيفه لرده ونضيفه العسل ونضيفه أوراق الرند سكين ونضيفه ومعط ربك نضيفه ربك وعندما نصفي هذا يسخل لها قليلا نجد كرامل ونزيد العسل سوف يجب العسل يجب لون بنن وعندما لا يوجد العسل نضيف السكر كرامل سوف تكون فاتحة هذا الوقت نمره للمرحلة الموالية العسل وعندما نحكم العسل نضيف العسل ونضيف على العسل نضيف نضيف ثم نضيف وصلنا إلى تحضير البيتزا 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 حتى نضيف نضيف ونضيف المصف ونضيف الآن نضيف هذا البيتزا ونضيف قليلا ونضيف 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 نضيف ونضيف ونضيف البيتزا البيتزا تخمر ونضيف هذه النتيجة الخمارة ونضيف ونضيف الآن نضيف هذه الخمارة ونضيف هذه العجينة ونضيف هذا الشكل ونضيف فرينا ونضيف هذا الشكل ونضيف 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 السيارة ونضيف ونضيف ثم كما ونضيف كما ذلك ونضيف نجمعها الثانية نجمعها الثانية نجمعها بهذه الطريقة تشوفته القبوة كاينة نعمل نغطيهم و نتخمرهم و نحاود نقوله إن شاء الله خليهم يريخهم نعود نقوله إن شاء الله بعد 4 ساعة و نشوف الخطوة اللي نقوم بها خليت العجين ريح لي 20 دقيقة الآن ندير السميد الرقيق وهدنا ومن العجائن تعلبيتزا تنحل باليد بهذا الطريق نجوهنا و نديروها كي معك نديرو هاد الحافة هاد الحافة نديروها و نقعدوه و نرقوه نحنا ما نشوف بروفيسيونير في البيتزا الصح احنا للمبتدئين بهذا الشكل و في نفس الوقت لدينا الحافة تكون مرتفعة نرقوه العجينة بهذا الشكل نحترفين يديروها على حواف الطاولة طاولة العمل نحنا نتعلف الدار و نخدموها بهذا الشكل نرقبها غاية و نروحو و نشوفو بعد ذلك نراحو الورق طبخ ونزينوها ان شاء الله الآن كي حليتها ندلها شوية من الأسوس الطماط اللي خدمناها كما هاك وندخلها للفرن الفرن اللي شعلاتها ملفوق ومتحت الى الفرن التاعكم ما يشعلش ملفوق ومتحت شعلو غي متحت نضيبوها غي واحد دل دقيقتين نعاود ونخرجوها ونكملو نضيفو الحطوة الموالية نضيفو كما هاك ندخلها الى الفرن دخلتها الى الفرن غي واحدة دقيقة نشوفو كي ولت الآن نضيفوك نزيد لها الطم ونضيفو لها الخضر كما بغيتو لكم بحرية نزيد لها الطم كما هاك ونزيد لها الزيتون الاسود بهذا الشكل ونزيد لها لفخوماج لراكي دايرتهم الانواع للأجبان على المنزل ندخلو ندخلها الى الفرن ونشوفو ان شاء الله النتيجة oppe دخلتها الى الفرن دخلتها الى الفرن دخلتها الى الفرن ونخرجها بعد ما نجدت البيتزا يجب ان تكون دقائق في الكوشة زينتها حبات الزيتون نطلب الجوانب زيت الزيتون ضروري هذا اللقطة زيت الزيتون تعطيها مدالك رافع جدا ونجد المايونيز بهذا الشكل ونزوقه بالسطحة كل واحد وكيفاش يبغي الآن سنجد قطعة ونرى هذه البيتزا النتيجة التاحة لتوصلنا الىها بسم الله ونرى هذه النتيجة الرائعة نتيجة رائعة جدا والمعداق ما نقول لكم شعلي نتمنى ان شاء الله نجربوها نتمنى الهجاب العائلة نتمنى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر